أهالي بنغازي يستعدون لحراك شعبي لطرد المسلحين المتشددين من مدينتهم موضوع الجزء الثاني من حوارنا هذه الليلة أرحب من جديد بضيوفنا معنا من القاهرة الكاتب والباحث السياسي أحمد العبود ومن تونس الأكاديمي والسياسي الليبي عز الدين عقيل أذكركم أن بإمكانكم أيضا المشاركة معنا في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعنا تويتر وفيسبوك مرحبا بضيفي أستاذ عز الدين سأبدأ معك مساء الخير هذه الدعوة هذا النداء الذي تم إطلاقه والذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل من الأشكال بداية من المسؤول عنه سمي بانتفاضة 15 أكتوبر بيوم الحسم النفير وكل هذه التعابير المستخدمة من المسؤول عنه وهل سيلقى استجابة غدا برأيك أحييك بداية أخي مهند وأحيي ضيفك الكريم وكذلك مشاهديكم الكرام الحقيقة المسؤول عن هذا هو خيبة الأمل الكبيرة والحالة الإحباط العامة التي أشعر بها المواطن الليبي بعد هذه التطورات الخطيرة التي نشأت عن سرقة ثورة فبراير والانحراف بها كثيرا عن الأهداف الرئيسية التي ثار الناس من أجلها الناس أصيبوا بخيبة أمل بالغة نتيجة هذا التحوير الخطير كما قلت في مباذي ثورة فبراير وكيف تحولت ليبيا إلى بؤرة لنشر الفساد والإرهاب والعنف والجريمة ليس بداخلها فقط وإنما باتت مصدر تهديد للسلم والأمن الإقليمي وكذلك لجيرانها أعتقد أن ربما لابد أن نتفهم أن الناس باتوا يفكرون في هذه الانتفاضة المسلحة التي هي بالتأكيد ستكون أمرا خطيرا جدا وقد يجعل الدماء تسير سواقي في الشوارع والأحياء وبالتأكيد سوف تستغلها بعض الجهات المتطرفة ربما لتهاجم مؤسسات مالية ربما لتحاول الإثراء من هذه الفرصة بشكل كبير على حساب مقدرة الناس والشعب أنا أعتقد بأن اندفاع الناس نحو الثورة المسلحة سيكون بكل تأكيد أمر خطير الطرف الذي سيواجهونه بالسلاح هو طرف أكثر تنظيما منهم هو طرف لديه امتدادات إقليمية خطيرة بالتأكيد هو ناقشة خلال الأيام التي طرحت فيها هذه الانتفاضة مع أولئك الأطراف الذين يساندونه خارج البلاد كل الإمكانات والخطوات اللوجستية التي يمكنها بها الاستفادة من هذه الانتفاضة المسلحة وبالتالي أنا أدعو هنا كل الوجهة وكل النخب وكل الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا في مقدمة الدعوة لهذه الانتفاضة إلى أن يتوخوا الحقيقة الحذر الشديد لأن هذا موضوع قد يكون في غاية الخطورة حتى خروج الناس الآن للتعبير بدون سلاح هو أمر خطير لاحظنا حتى أثناء المواجهات بين الطرفين الذين كانوا يتقاتلان طيلة فترة شهر رمضان وما قبلها حول الصراع على طرابلس رأينا كيف واجهوا الناس لمجرد أنهم أرادوا الخروج للتعبير عن أرائهم بالسلاح كيف أن الكثير جرحوا وهناك من قتل وهناك من خطف وبالتالي الحقيقة الآن مسألة تكميم الأفواه ومسألة رفع الفيتو تجاه حريط التعبير هو في أعلى مستوياته الآن في ليبيا نريد أن نوجه الناس إلى أن يتوخوا الحذر لأن الأمر خطير ولا نريد أن تتحول البلاد إلى بركة دماء حقية طيب سأنتقل إلى أستاذ أحمد العبود معنا من القاهرة مساء الخير أستاذ أحمد مرحبا بك معنا كان هناك تهديد أو ربما تحذير من بعض الجماعات المناوية كتيبة رفالة الصحاتي على سبيل المثال أصدرت بيان وجهت في تحذير شديد اللهجة إلى سكان بنغازي وتوعدت بأنها سترد بشكل حاسم على أي اعتتاء يستهدف أي نقطة تابعة لمن وصفتهم بثوار بنغازي هل نحن بصدت تصعيد إذا كان هناك بالفعل استجابة غدا لدعوات الانتفاضة المسلحة مسألة مواجهة السلاح بالسلاح هل هذا سيحل المشكلة في ليبيا أول مساء الخير تحية لك ولضيفك الكريم من تونس ولمشاهدي قناة سكايل عربية نيوز الموضوع لا نستطيع أن نشخصه بخروج المتظاهرين من أجل الدعوة لانتفاضة فقط ولكن هو رسالة حجاج على ما تعرضت له هذه المدينة لفترة طويلة من موجات اختيالات وخطف ممنهج للنشطاء والحقوقيين حتى أصبحت هذه المدينة مدينة بنغازي وهي عاصمة الوطن وعاصمة التورا خارج سيطرة الدولة وأصبحت أرضى أن تتحول إلى إمارة إسلامية تابعة للقاعدة وتابعة لتنظيم الدولة ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام لهذا جاءت هذه الدعوات لتقدم ظهيرا شعبيا جديدا للجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خلف حفتر والرئاستر كان اليوم منضوية تحتها كيف التشكيلات الجيش الليبي سواء في المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية نعم نحن نتخوف أن تتحول هذه الانتفاضة التي ورد بها مصارا تصحيحيا يعود ببنغازي إلى حاضنة الوطن وحاضنة الدولة ولكن أعتقد جزما بأن ما يحدث اليوم والمصار التنسيقي الذي حدث بين الجيش الليبي وما بين هذه الحركة الشبابية الشعبية التي بدأت في تكوين مجموعات للسيطرة على الأحياء مثل حي بوهديمة وحي السلام وحي بن يونس الأحياء الرئيسية في مدينة بنغازي وهذه المجموعات أصبحت لها رؤية تنسيقية تنسق بينها وبين الجيش من أجل صراحة صد هذه الهجمة الإرهابية التي تقودها هذه المنشيات المتحالفة مع بعضها المسمى مجلس شورة بنغازي أو كتيبة رفالة صحاتي وتنظيم أنصار الشريعة للمصنف من قبل الحكومة والمؤتمر الوطني العام بأنها منظمة إرهابية من مجلس النواب الليبي عفوا إذن نحن نشاهد صراحة هذا الحراك الشعبي رد فعل على حالة الخطف التي تعيشها بنغازي بنغازي اليوم مخطوفة كما خطفت درنا وأيضا طرابلس اليوم مخطوفة أعتقد جازمان بأن الحد الحراك سوف ينطلق من بنغازي وسوف يعم أرجاء الوطن من أجل العودة بليبيا إلى ما خرج إليه الليبيين الدولة الحلم الدولة الديمقراطية دولة التنمية للجميع بنغازي وشبابها ومنظماتها ومنظماتها مدعوة غدا للخروج من أجل أن تقول لا للإرهاب لا للتطرف نعم للديمقراطية نعم للجيش الوطني الليبي بمؤسساته نعم للشرطة نعم لدولة المؤسسات ولا للأرهاب ولا التطرف طيب أعود إلى الأستاذ عز الدين مرة أخرى في تونس أنت أثرت أستاذ عز الدين قبل قليل مسألة قدرة هؤلاء الشباب المدنيين بشكل عام على مواجهة هذه الجماعات المسلحة اليوم لدينا قوى أمر واقع تحمل سلاح وسلاح ثقيل وتقوم بأعمال عسكرية وتسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد من لديه القدرة على القيام بمواجهة هذه الجماعات اليوم كان معنا قبل قليل في الساعة الماضية المتحدث باسم الجيش الليبي محمد حجازي يقول الجيش الوطني بصدد عمل عسكري حاسم وكبير وقال قوات الجيش ستقتحم مدينة بنغازي في أي لحظة طيب ما الذي كان يعيق قوات الجيش الوطني عن القيام بذلك منذ فترة لنعود إلى سؤالك الأصلي يا أخي مهند وهو من يقوم بهذا العمل إن كان هؤلاء الشباب يصعب عليهم ذلك أريد أن أقول بأنه إذا كان هؤلاء الشباب سيحملون السلاح كنوعا من المقاومة الشعبية التي تعودناها في الكثير من الثورات والحالات وأن هؤلاء الشباب هم مفارز حقيقية تلقت ما يكفي من تدريبات وتلقت ما يكفي من برامج ومن خطط حقيقية تمكنهم من التحرك في عمليات نوعية لمناصرة هذا الطرف أو ذاك فذلك سيكون بالتأكيد عمل لن يتوسع بصورة يمكن أن تستغلها أطراف كما قلنا تابعة للجريمة المنظمة بحيث تقتحم البنوك وتقتحم بيوت الناس لكي تقوم بإرهابهم وصرقة ممتلكاتهم أو حتى من خلال تدخل أطراف إقليمية تريد القيام بعمليات نوعية لزيادة حالة الفشل التي تمر بها الدولة الليبية إن كانت هذه المفارزية فعلا ضمن المقاومة الشعبية وأن الأطراف الذين يتحملون مسؤولية هؤلاء الشباب قد أجادوا في تدريبهم وفي توجيههم وفي التخطيط لهم لكي يقوموا بعمليات نوعية يمكن أن تفيد الجهاد أو الكفاح أو محاولة إرساق قواعد الدولة القادرة على الحفاظ على هيبتها فذلك سيكون الأمر مختلف أما ما سمعناه الحقيقة على صفحات الفيسبوك أو التواصل الاجتماعي بين الناس فهو الدعوة إلى ثورة مسلحة بشكل كامل وشامل بحيث يحمل كل بيت الليبي والبيوت الليبية أنت تعرف أخي مهند بأنها مدججة بالسلاح بحيث يحمل كل أفراد أسر السلاح ويخرجون إلى الشارع هنا سيختلط الحابل بالنابل سيختلط ذلك المجرم الذي يسعى لاقتحام بنك أو لاقتحام بيت أسر لكي يقوم بسرقته مع ذلك الذي يمكن أنه يقوم بعمل نبيل كذلك كما قلت هذه الجماعات المتطرفة هي ممنهجة بشكل كبير وهي تملك خبرات واسعة وقادر الحقيقة على إذماء الناس وعلى إعادة الكرة إلى ملعبهم من جديد الذي يمكن أن يقوم بهذه المهمة الحقيقة في هذه الأيام هو ذلك المقاول اللعين الذي قام بتنفيذ القرار 1973 وذمر الدولة الليبية عوضا عن معمر القدافي ذلك المقاول الذي ذمر الجيش الليبي وذمر منظومة الأمن القوم وترك الليبيون يخوضون في بعضهم البعض ثم أخذ طائراته وعاد أدراجه إلى حيث قواعده وإلى حيث مكاتبه وإلى حيث عواصمه الهانية والمستقرة أعتقد أن مجلس الأمن الآن والأمم المتحدة وذلك المقاول هو مطالب بأن يساعد الليبيين بشكل مباشر بالإضافة إلى الدول المركزية الإقليمية وعلى رأسها الجزائر ومصر يمكن أيضا أن تقوم بدور كبير جدا في رعاية حوار نحن الآن أعتقد أن الظروف باتت مهيئة بشكل كبير لانطلاق حوار حتى فجر ليبيا أنفسهم بدأوا فعليا في المعاناة من أعباء النصر هم يسيطرون الآن على منطقة تمتد من الوادي الأحمر وحتى الحدود التونسية بل وتوغلوا جنوبا وأعتقد أن هذه المنطقة يصعب جدا السيطرة عليها من طرف جيش بداي كهذا الجيش لأنه ليس جيش محترف نحن رأينا كيف أن الجيش الإسرائيلي المصنف التأسع على مستوى العالم هرب ما دام الطريق أمامه من غزة بسبب المقاومة والبيئة العدائية التي هي داخل قطاع غزة فما بالك بليبيا وهذه المنطقة الكبيرة والمترامة الأطراف بالإضافة إلى أن الحقيقة تصاعد الصراع بين جيش الكرامة وبين مجلس شورة واربنغازي أعتقد أن الطرفين دفع ما يكفي من أثمان باهضة الناس دفعت ثمن باهضا البنيات التحتية أعتقد أنه تم تدميرها وبالتالي أظن أن الآن كل الأطراف جاهزة للجلوس إلى مائدة الحوار من هذا الطرف الذي يمكنه الآن أن يجمع الليبيين جميعا بالنظر إلى مسؤولياته الدولية أو الإقليمية لكي يدفع هؤلاء جميعا لأن يجدوا أو يصلوا إلى خارطة طريق تمكن الأمة الليبية من الخروج من هذا النفق المظلم هذا هو الطرف الذي أعتقد أنه أن يعمل اليوم طيب إذا كانت الظروف مهيئة للحوار كيف يمكن إقناع هذه الأطراف سيد عز الدين بتخلي عن السلاح لأن الحوار يتطلب في نهاية المطاف التخلي عن السلاح والجلوس إلى مائدة المفاوضات سأسألك عن هذا بعد قليل ولكن دعنا نستعرض بعض المشاركات التي وردت من السادة المشاهدين على فيسبوك إبراهيم الخباز يقول يمكن التخلص من الميليشيات بقفل الشوارع الرئيسية لكل منطقة على أمل نزول جيش حقيقي مونة عبد الرحمن تقول بالانتفاضة المسلحة يوم الأربعاء ومساعدة الجيش الوطني بالإمكان إنقاذ ليبيا زاروق بن عمران يقول يجب التخلص من جميع المعسكرات وإخراجها من المدينة عبد الله عايش يقول لن تهدأ هذه الحرب الأهلية حتى بعد مرور خمسين عاما على تويتر محمد علي يقول بناء الجيش الوطني كفيل باستعادة هيبة الدولة وفرض الاستقرار السياسي لكي لا تكون ليبيا عراقا آخر نجم محمد يقول الأهالي برقة سيساندون بنغازي كما حدث في ثورة فبراير وأخيرا خليل عبد على جوجل يقول إن توقف التدخل الخارجي في ليبيا إن توقف التدخل الخارجي في ليبيا فإنها ستكون من أفضل الدول بالعودة إلى الحديث عن مسألة الحوار الأستاذ أحمد في القاهرة إذا كانت الظروف بالفعل مهيئة للحوار كما يقول الأستاذ عز الدين في تونس كيف يمكن إقناع الأطراف التي تحمل السلاح لوضع هذا السلاح جانبا والانخراط في عملية حوار جدية أنا صحة هذه الجملة نقول بأن جميع الأطراف منهكة وبالتالي سوف تذهب للحوار وليس كل الظروف مهيئة لأن هناك طرف تغول ذهب إلى محاصرة المؤسسات وخاطف مدينة هي العاصمة الليبية طرابلس وأعلن صراحة عن بعث الروح من جديد للمؤتمر الوطني فاقد الشرعية مارس نوع من الانقلاب متكامل أركان عندما دعا أيضا إلى تشكيل حكومة موازية هي حكومة السير عمر الحاسي هذا الطرف صراحة لا يؤمن بحسب ما نسمع من أحد وأبرز رموزه مثل مدعو صلاح بادي أو صيد عبد الرحمن السويحلي لا يؤمن بحوارا حقيقيا وجادا يضع مخرجا للمأزق الذي وصلنا إليه اليوم وهذا التشضي الذي يعيشه الوطن فبالتالي كل دعوات الحوار تصطدم بإشكالية السلاح وكيفية نزع السلاح والجداول الزمنية لنزع السلاح وما هي الضمنات التي سوف تقدم للأطراف التي يصنفها اليوم الداخل الليبي ويصنفها مجلس النواب الليبي بأنها فصائل خارج الشرعية ومنظمات إرهابية مثل ميليشيا فجر ليبيا نعم هناك بعض 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 المواقف التي سنفت بأنها خطوة للخلف من بعض الفصائل التي تحمل السلاح في المنطقة الغربية الجيش الليبي بحاجة للدعم صراحة على الحكومة الليبية أن تذهب إلى مجلس الأمن وتطلب من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن أن ترفع العقوبات على الجيش الليبي حتى يستطيع حصل من المعركة داخليا لا أعول كثيرا على الطرف الدولي الطرف الدولي أصبح جزء من الأزمة سهدنا سيد متري كيف كان يقدم تلوى الأوراق التي اعتبرت محاولة إنقاذ لطرف الإسلام السياسي الذي فشر في كافة الاستحقاقات سهدنا أيضا السيد برنالدونيون عندما يساوي ما بين الطرف الشرعي والطرف الغير شرعي سهدنا أيضا حتى السيد بانكيمون عندما ذهب لطرابلس التي يصنفها مجلس النواب والحكومة الليبية بأنها مدينة منكوبة ويعطي ضمانات لأطراف نجروس من أجل طاولة الحوار وهو لا يمتلك هذه الضمانات أي حوار بدون وجود طرف ضامن لمخرجات الحوار سوف يكون حوار الطرشان سوف يكون حوار من أجل مثل حوار فنجال الشاي كان على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم لمجلس النواب بعد صدور القرار 21-74 ليس أن يدعو إلى تقاسم السلطة ليس أن يدعو إلى إعادة النظر في الاستحقاقات مثل الاستحقاق لجلس 60 وكيفية سياقة الدستور ليس يعطي النصح ويطالب الأطراف جميعا أن تجلس على طاولة المفاوضات من أجل أو طاولة الحوار من أجل إعادة كتابة اللائحة الداخلية المنظمة لمجلس النواب الليبي الطرف الدولي عليه أن يدعم السلطة الشرعية ولا يتدخل في الإخصاصات الشرعية التي أصبحت من صميم عمل مجلس النواب الليبي هذا في جانب في جانب آخر أنا أحمل المجتمع الدولي كل ما يحدث في ليبيا اليوم المجتمع الدولي تساكت وغض الطرف عن تنامي تصرب التنظيمات الإرهابية والتكفيرية حتى أصبحت ليبيا ساحة خلفية لتنظيم الدولة ما يسمى داعش شهدنا مدينة بالكامل هي مدينة درنة عبر ما يسمى ميليشيا الشباب الإسلامي أو ميليشيا شورى التوار الإسلاميين في درنة تقدم بيعها للدولة الإسلامية في العراق على الجميع أن يدرك بأن ليبيا قد تتحول بفعل هذا السكوت الدولي عما يحدث بها إلى عراق جديد أو صومالا على المتوسط وما يهدد الأمن والسلم الإقليمي دعوات الحوار لحد المدة الماضية أيضا بأن الجزائر لديها ورقة للحوار طيب ربما نعود إلى الحديث عن ما يقال عن مبادرة جزائرية تم تسريب بعض الأخبار عنها اليوم وبالأمس ولكن قبل ذلك دعني أسأل الأستاذ عزيز الدين عن مسألة دور المجتمع الدولي هل بالفعل تخلى المجتمع الدولي عن ليبيا هل أصبح المجتمع الدولي يرسل إشارات خاطئة البعض يقول أن الرسائل التي ترد من المجتمع الدولي السيد بانكيمون آخر شيء يعني تضع قوة السلاح على الأرض بموازات أو بمساواة العملية الديمقراطية التي تتم عبر سرديق الاقتراع هل هذه الرسائل أصبح المجتمع الدولي يتبناها في ليبيا وأنا شخصيا أخي مهند لا أعتبر بأن السيد بانكيمون هو جزء من المجتمع الدولي هو السكرتير عام المجتمع الدولي الحقيقي هو أولئك المجتمعون في مجلس الأمن وأعتقد أن أولئك الأطراف هم الذين خاصة الدول الخمسة دائمة العضوية هم الذين يتحملون المسؤولية الكاملة عما يجري في ليبيا اليوم بالإضافة إلى ذلك المقاول كما قلت الذي قام بتنفيذ القرار 19-73 إلى الآن ما جرى في ليبيا كان مؤامر ولم يكن مساعدة للمدنيين أبدا لأن الذين يسقطون من المدنيين اليوم سوى بالاغتيال أو بالخطف أو بالقتل أو بالتنكيل بهم هو أبشع مما كان يجري أيام القدافي بكثير وبالتالي أين هذا المجتمع الدولي إن كانت دوافعه للتدخل في ليبيا هي دوافع لحماية المدنيين أعتقد المجتمع الدولي الآن هو أمام سؤال كبير هل هو فعلا تدخل لأجل مساعدة الليبيين ولأجل حماية المدنيين وهو بذلك يتقدم لكي يحاول أن يعوض ذلك الخطأ الكبير الذي ارتكبه عندما استخدم صواريخ مجرد دون مشروع سياسي يساعد الليبيين بشكل كامل أو أنه متآمر بكل ما في الكلمة من معنى ويتخلى عن هؤلاء المدنيين الذين يسقطون اليوم والذين سواء كانت أعدادهم أو حتى نوعية قمعهم ونوعية قهرهم هي أبعد مما كان يفعله القدافي ورجاله بكثير بالتالي أنا أعتقد أن المشكلة الكبيرة هي أساسا في المجتمع الدولي لو أن المجتمع الدولي ترك الليبيون يتقاتلون مع القدافي لربما استطاع أن يتوصل الطرفين إلى رأي أو إلى وفاق ولكن أن يقوم بهدم الدولة الليبية وليس نظام القدافي فقط أن تترى الآن بأنه حتى مبادي ثورة فبراير التي يتحدثون عنها ليست واضحة تماما الفيدراليين يتحدثون عن دولة غير موحدة الوحدويون يتحدثون عن دولة مندمجة حزب التحالف يتحدث عن دولة علمانية يفصل فيها بين الدين والدولة أنصار الشريعة المسلمين يتحدثون عن دولة خلافة الأمازيغ يقولون أو التوارق أو التبلو يقولون بأن ليبيا لن تكون عربية بعد اليوم العرب يقولون بأنها ستستمر عربية إذن نرى بأن كل طرف من أولئك الذين قاتلوا القدافي كان يتحدث عن أهداف تختلف تماما عن أهداف الآخر هم تركوا هذه الثورة الحقيقة تدخل في هذه الهردميسة في هذا الشكل الضبابي الغير واضح الآن هم أعتقد كل ما أنجزوا في ليبيا هو إقامة دولة فاشلة بكل ما في الكلمة من معنى هل يعودون اليوم إلى رجدهم ويحاولون مساعدة الشعب الليبي واحتواء تلك الأقطاء الشنيعة التي ارتكبوها في ليبيا والتي حولتها إلى واحدة من أخطر الدول المالقة لتهدد السهم والأمن الدوليين أم أنهم ينظرون إلى هذه الحالة حتى تتفاقم وتتصعب هذا هو السؤال عنا حوالي دقيقة ونصف أستاذ أحمد وأستاذ عزدين سأعطي أقسمها مناصفة هل نتوقع تصعيد في أوضاع الأمنية غدا إذا كان هناك استجابة مع هذه الدعوات في بنغازي على الأقال أستاذ أحمد بحكم الاتصالات التي أجريناها مع أغلبية الناشطين في هذا الحراك حراك 15 أكتوبر أعتقد جازم بأن هناك حركة التواصل حصلت ما بين الجيش الليبي وبين دعاة هذا الحراك المدني الذي إذا ما اضطر الأمر أن يكون عسكريا ومسلحا سوف يكون هذا الحراك يشتغل على تأمين المناطق التي ينشط بها كل منطقة معنية بتأمين مداخل المنطقة وشوارعها إذا ما ذهب الطرف المعتدي هو الذي يحاول أن يأخذ بنغازي وأن يخطفها من جديد وأن تصبح إمارة تتبع للقاعدة وتتبع للبغدادي والظواهري فأن الواجب حمل استلاح هو واجب شرعي من أجل المحافظة على هذا الوطن الذي أصبح متشديا وأصبح في مهب الريح سيد عز الدين ما رأيك هل نتوقع تصعيد في الوضع الأمني غدا في ليبيا نصف دقيقة أي أن كانت حجم الدماء التي سترى غدا أخي مهند فهي ستكون في النهاية مجرد مضاعفات لذلك السكين الذي أغمذه المجتمع الدولي في القلب الليبي ولكن أعتقد أن هذه المضاعفات ستزيد من حاجة الليبيين إلى الحوار أعتقد أن الحوار هو في الأصل بين أشخاص بينهم كره وبينهم حقد وصراع وليس بين حلفاء وبالتالي أعتقد أن كلما تصاعد هذا الصراع وهذا الحقد أعتقد أننا نقترب أكثر نحو مائدة التفاوض أنا أثق كثيرا بالمبادرة الجزائرية أعتقد أن الجزائرين بحسب ما قال السيد برناندينو استخدموا أعلى قدر ممكن من الحرافية في إعداد بعض التصورات حول كيفية جمع الليبيين أنا أثق في هذه المبادرة وأتمنى أن يقف الليبيون جميعا خلفها لأنها هي التي سيكون فيها الخلاص إن شاء الله شكرا لك الأستاذ عزدين عقيل الأكاديمي والسياسي الليبي كان معنا من تونس شكرا لضيفنا من القاهرة الأستاذ أحمد العبود الكاتب والباحث السياسي موعدنا غدا مع ملفات أخرى من حوارنا على سكاي نيوز عربية